ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بدياره ظلت أيام ظلت أيام والقائم بديار الشام 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 بديار تبدي صفح ساباته ويضل منتظر منتظر الإنسانية تبدي الثورة الكونية منتظر الإنسانية تبدي الثورة الكونية وين بديار الشارع يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المظلوم الأكبر في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سلام على أمير المؤمنين المرتضى ورحمة الله وبركاته سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة العشرون فاصل ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه هي الحلقة العشرون من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان وسيتجلى لكم معنى عنوان البرنامج بنحو واضح حينما نصل إلى تتمة الحديث في هذه الشاشات المتعددة لا زال الحديث هو الحديث حديث الولادة ولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي وصلت إلى الصورة السادسة وهي الصورة الأخيرة التي أعرضها في الشاشة الثالثة والتي أسميتها شاشة الأسرة الشاشة الأولى شاشة القرآن الشاشة الثانية شاشة العترة الشاشة الثالثة شاشة الأسرة وصل الحديث إلى الصورة السادسة والتي عنوانها زيارة السيدة نرجس إنها والدة إمام زماننا صلوات الله عليه وعليها وإذ أعنون الصورة السادسة بهذا العنوان زيارة السيدة نرجس أعني نص الزيارة الذي نقرأه حينما نزورها وإنني أقرأ إذ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الكتاب المتوفر في بيوتكم مثلما تقدم الكلام فإنني أقف عند بعض المفاصل وفي الحقيقة بقي عندي مفصلان من المفاصل التي أريد أن أقف عندها في هذا النص الشريف المفصل الأول السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر والمفصل الثاني مؤثرة هواهم حيث جاء في سياقي ما جاء في هذه الزيارة ورغبتي في وصلتي أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم هناك مطالب كثيرة في هذه الزيارة ولكن ني لا أملك وقتا كي أقف عند كل عبائرها وإنما أخترت أهم المفاصل أهم المفكات وهي مفاتيح فهم مغالق المعاني المهمة التي وردت في هذه الزيارة وهو جزء من هندسة الأدعية والزيارات التي نظمها لنا المعصومون المعصومون صلوات الله عليهم في منظومة هائلة واسعة عجيبة إنها منظومة الأدعية والزيارات وقد مر الحديث عنها إجمالا فيما سلف من الحلقات الماضية عند هذه العبارة أو عند هذا المفك السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر حين نسلم على روحها إنه سلام على عقلها وقلبها وإنما نسلم على عقلها وعلى قلبها لأن عقلها وقلبها كذلك يرتعاني في ذلك الوادي المقدس الذي ابتدأت عبائر الزيارة الشريفة بالإشارة إليه السلام على رسول الله السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهر هذا هو الوادي الأقدس الوادي المقدس هذا هو الوادي الذي يرتع فيه قلب السيدة نرجس وعقلها فحينما نسلم عليها السلام عليك هذا سلام على كل كيانها على كل شخصيتها السلام عليك ثم يبدأ التفصيل وعلى روحك إنه سلام على عقلها الطاهر وعلى قلبها الطاهر طهارة عقلها وطهارة قلبها هي التي تقود إلى طهارة بدنها إنها صديقة وصديقة هي التي وصلت إلى مرتبة الصديقية ومرتبة الصديقية من لوازمها الطهارة الطهارة المعنوية والطهارة المادية فلأنها صديقة هي طاهرة في روحها وطاهرة في بدنها ولذا نخاطبها بهذا الخطاب السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر حينما نصف بدنها بالطاهر إنه ليس وصفا كما نصف أبداننا بالطهارة لأن طهارة أبداننا طهارة عرضية ولأن طهارة أبداننا طهارة من الخارج لا من الداخل فعينما نسلم على بدنها ونصفه بالطهارة في سياق ذكر كمالاتها فإذا كان المراد من طهارة بدنها كطهارة أبداننا فلا يعد ذلك كمالا في جنب الكمالات المتقدمة التي ذكرتها الزيارة حينما تقول الزيارة مخاطبة السيدة نرجس والمدعة أسرار الملك العلام وحين تخاطبها أيتها الصديقة المرضية وحين تخاطبها يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى وحين تخاطبها أيتها الرضية المرضية أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين ثم يأتي السلام عليها وعلى آبائها الحواريين ويأتي السلام على بعلها وولدها وتلك خصوصية عالية جدا فمن بعلها ومن ولدها في سياق كل هذه المضامين العالية تأتي العبارة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر فمع هذه الكمالات العالية لا يمكن أن تعد طهارة البدن العرضية كطهارة أبداننا أن تعد كمالا من الكمالات فلا بد أن تكون الطهارة طهارة مميزة فيكون هذا البدن بكله دواخل البدن وخوارج البدن كلها موصوفة بالطهارة وإلا لا معنى لوصف بدنها بالطهارة العرضية التي توصف بها أبداننا خصوصا وأن العبارة جاءت مباشرة بعد السلام عليها وعلى بعلها وولدها السلام عليك وعلى بعلك وولدك فذكر بعلها ذكر زوجها مع ذكر ولدها إشارة واضحة إلى المخالطة الجسدية والمادية والمادية لهذه الوجودات الطاهرة لبعلها ولولدها هناك ممازجة بدنية مع هذه الوجودات الطاهرة قد يقول قائل الأئمة يتزوجون أكثر من زوجه ولكن الحديث عن أم المعصوم هنا هذه ممازجة لها خصوصيتها ولذا جاء في الزيارة السلام عليك وعلى بعلك وولدك وبعدها مباشرة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر هذه هي معاريض الكلام في حديثهم فحينما ترد العبارة السلام عليك وعلى بعلك وولدك مباشرة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر أعتقد أن المعنى الإجمالي صار واضحا كلمة أقولها وبعد ذلك نذهب إلى فاصل إذا كان البدن المادي بدواخله وخوارجه ومداخله ومخارجه بالنسبة لها يوصف بالطهارة فكيف يكون الحديث حينئذ عن ذوات محمد وآل محمد عن المعصومين الأربعة عشر كيف يكون الحديث حينئذ وأعتقد أن في ذلك ما يشير إلى سفاهة ما ذهب إليه مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأعلام حينما أفتوا بنجاسة دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا كانت هذه المعاني معاني الطهارة واضحة وجلية بالنسبة للسيدة نرجس لأنها نسبت إلى بعلها وولدها لأنها مازجت وكانت موطنا للممازجة فيما بينها وبين بعلها وولدها فكانت في هذه المرتبة من الطهارة المعنوية والمادية مثل ما جاء في زيارتها السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر فكيف يكون الكلام بخصوص المعصومين الأربعة عشر سفاهة قول علمائنا الكرام ومراجعنا الأجلاء أعتقد باتت واضحة جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 أخذكم في جولة سريعة ولا أريد أن أفرض عليكم معتقدي لا يوجد أحد يمكن أن يكون معصوما فيما يعتقد إن لم يكن معصوما وما فينا من أحد معصوم ما أتبناه من معتقد أنا مسؤول عن وسأسأل عن لا أريد أن أفرضه على أحد ولا أقول هذا الكلام للمجاملة الإعلامية أو للاستهلاك الإعلامي أو لتسويق فكرة ما أريد أن أسوقها عن شخصي أو عن الطرح الذي أضعه بين أيديكم أبدا هذه حقيقة شرعية ما أعتقده ليس بالضرورة أن يكون صحيحا أنا في هذه اللحظة من حياتي مقتنع به وحين أموت وأسأل سأجيب بحسب معرفتي فما أعرضه بين أيديكم عليكم أن تحكموا عقولكم أن تحكموا وجدانكم فإذا ما قبلتموه ليس لأنني قلت وبينت أنا واسطة تسترشدون بكلامي فقط تطلعون على المطالب العلمية والحكم لعقولكم الحكم لذوقكم العقائد حتى تتمكنوا من إدراك عقائدكم بأنفسكم سأخذكم في جولة تجتمل على لقطات نفحات من هنا وهناك في رياضي كلمات آل الله حيث العبق الجناني يفوح من بين حروفها ومن كل زاوية من زوايا معاني عبائرها هكذا نقرأ في زيارة أم القائم السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر أسألكم أنتم ماذا تفهمون ودعوكم من فهمي ليس مهما ما أفهمه أنا أنتم ماذا تفهمون أنا أضع المعطيات بين أيديكم وأنتم صلوا إلى الفهم الذي تقتنعون به فحينما تخاطبون والدة إمام زماننا السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر ماذا تفهمون من هذا التركيب وبدنك الطاهر هل الحديث عن طهارة كطهارة أبداننا إنها طهارة البشرة الخارجية العارضة أم أن المراد من هذه الطهارة طهارة لخارج البدن ولدواخله إذ لم تكن كذلك فما الميزة كي يذكر هذا الوصف أليس أليس هذا مخالفا للبلاغة وللحكمة وللمنطق السليمي في هندسة هذه النصوص هذه النصوص لها هندسة خاصة ولها تركيب بلاغي جميل إن لم يكن هذا الوصف وصف الطاهر لبدنها بهذه الخصوصية التي أشرت إليها فهل هناك من قيمة لذكره حينئذ أفلا يكون شيئا خاليا من الحكمة وبعيدا عن عميق المعاني السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر في أجواء في أجواء المخاط وفي أجواء الولادة ماذا حدثتنا السيدة حكيمة في الوثيقة الثانية من الوثائق التي عرضتها في هذه الشاشة الصورة الثانية من صور الشاشة الثالثة كانت 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 هي الوثيقة التي أسميتها وثيقة السيدة حكيمة إنها وثيقة الولادة ماذا حدثتنا؟ سأقرأ لكم سطوراً من نفس الوثيقة كي تتذكروا أجواء الولادة إنها أجواء معبقة بالطهارة المعنوية والمادية في أسمى درجاتها ابحثوا لي عن خلل في طهارة معنوية أو مادية في هذه الوثيقة وبالذات في صورة الولادة وكيفيتها أقرأ عليكم ماذا قالت السيدة حكيمة وأنا أقرأ من كتاب شيخنا الصدوق كمال الدين وتمام النعمة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة أربعمية أو ستة وخمسين ماذا تقول سيدتنا حكيمة حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة من هي التي وثبت فزعة السيدة نرجس فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح إلي أبو محمد إمامنا العسكري وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها ما حالك قالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي قالت حكيمة ففزعت لما سمعت فصاحبي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخة فقال لي ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها قالت فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غش بصري وإذا أنا بالصبي ساجدا لوجه جاثيا على ركبتي رافعا سبابتي رافعا مسبحتي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمدا رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني وأتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بعدلا وقصطا فصاحب أبو محمد إمامنا العسكري فقال يا عم تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به نحوه فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسن إمامنا العسكري فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه الملائكة بصور الطيور وناوله لسانه فشرب منه ثم قال أمضي به إلى أمه لترضعه ورديه إليه قالت فتناولته أمه فأرضعته وبعد ذلك الإمام أمر الملائكة أن تأخذه أجواء من أولها إلى آخرها أجواء مشبعة بالطهارة المعنوية والمادية لا أثر للنجاسات وللأوساخ وللقذارات أبدا مع أننا ما شهدنا هذا الموقف ولم تصل إلينا التفاصيل دقيقة جدا وما جاء منقولا في هذه الروايات الطويلة لن ينقل الحقيقة كما هي بدرجة مئة بالمئة ومع كل ذلك فإننا نتلمس معاني الطهارة والتطهر في أعمق ما يمكن أن نتصور له من معنى إن كان ذلك على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي أنتم ماذا تقولون وماذا تستشعرون من هذه المضامين هذه المضامين تتعانق مع هذه الزيارة الزيارة تجمل المضمون لأن الزيارة نص عقائدي يكون مركزا ليس شرحا وتفسيرا وإنما الشروح والتفاسير تأتينا في مثل هذه الوثائق في مثل هذه التفاصيل التي نعرفها عن سيرتهم الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي طبعا دار إحياء التراث العربي صفحة 243 الحديث السادس عشر عن صفية بنت عبد المطلب إنها عمة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا تحدثنا صفية بنت عبد المطلب لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وكنت وليتها أو وكنت وليتها كنت وليتها أو كنت وليتها أنا من التي توليت أمر أمر خدمتها حين ولادتها إنها تتحدث عن الصديقة الكبرى فاطمة لما فقال فقال يا عمة فهو لأولهم المضمون واضح لا نحتاج فيه إلى شرح طويل وكثير فقط أعيد عليكم قراءة الرواية مرة ثانية وأنتم تبصروا فيها عن صفية بنت عبد المطلب قالت لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها أو وليتها قال النبي يا عمة هل أمي إلي ابني فقلت يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد فقال يا عمة أنت أنت تنظفينه هذا الحسين أنت تنظفينه إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره فحين يقول رسول الله إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره هل يتحدث عن تنظيف وتطهير لظواهر البدان أم أن القضية أعمق وأبعد خصوصا إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع ماذا نقرأ في زيارة وارث في زيارة وارث ونحن نخاطب سيدة الشهداء يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة أقرأ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارات الحسين المطلقة من زيارة وارث المعروفة يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة هذه عبارة المطهرة هل تختلف عن التعبير في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم يطهركم مطهرون ويطهركم تطهيرا سأعود إلى آية التطهير نحن وزيارة وارث أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة النور يمكن أن يتقذر وأي نور هذا إنه نور الله فهل يمكن لنور الله أن يتقذر أو أن يتسخ أو أن يتنجس وهل يمكن لنور الله أن يحل في محل يكون مقدرا منجسا يمكن أن يكون هذا ماذا تقولون أنتم يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا ولا تنسوا ما كان لأولهم فهو لآخرهم هذا الخطاب أيضا نخاطب به إمام زماننا يا مولاي يا بقية الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة في أي أصلاب في صلب محمد يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها أنت منزه عن أنجاس الجاهلية وأنجاس الجاهلية معنوية ومادية والعبارات واضحة ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها فلربما لم يقصد من الأنجاس هنا إلا الأنجاس المادية أما الأنجاس المعنوية فهي تلك المدلهمات لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها بالنجاسات المادية بكل أشكالها بكل أنحائها أشهد أنك كنت نورا أنا أكرر هذه العبارات فتكرارها يلفت نظر عقولكم إلى دقائق معانيها أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها هذه الأنجاس المادية ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وهذه الأنجاس والأرجاس المعنوية يا عم أنت تنظفين من أنت وإن كنت بنت عبد المطالب ولكن من أنت هذا الحسين إن الله قد نظفه وطهره هذا التنظيف وهذا التطهير هو هذا الذي تتحدث عنه زيارة وارث هذه منظومة الأدعية والزيارات هذه أسرار آل محمد هذه عبقات فاطمة وآل فاطمة هذه نفحات علي وآل علي هنا تتجلى الحقائق وهنا تشرق المعاني بأبهى صورها ها نحن نخاطب تلك الحقيقة النورية التي حصرت لغويا في هذا العنوان الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بعنجاسها والجاهلية ليست محصورة في زمن من الأزمنة أنوارهم تناقلتها الأصلاب الطاهرة والأرحام الطاهرة الأصلاب المنيرة والأرحام المنيرة ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول الجزء الأول من الكاف الشريف باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله وهذه الرواية التاسعة عن إمامنا الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق وهو يحدثنا عن مولدي المصطفى والمرتضى صلى الله عليهما وآلهما الصادق يقول إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار هذا هو الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين معنى طاهرين مطهرين هل هي في بعدها المادي طهارة من الخارج فقط طهارة عرضية فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق أين افترق في أي مكان حتى افترق حتى افترق في أطهر طاهرين من هما في عبد الله وأبي طالب والد النبي ووالد الوصي اقرأ الرواية مرة ثانية عليكم وفي نفس الوقت تذكروا سفاهة أقوال مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء الذين يفتون بنجاسة دم المعصوم صلوات الله عليه هذا هو فقه آل محمد ولكن ماذا نصنع هذه الروايات بالنسبة لمراجعنا الكرام هذه الروايات ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الناصبي من نسبة لي هذه الروايات صحيحة قطعا لماذا لأن علم الرجال الناصبي يضعفها وإنما تستبان الأشياء بأضدادها هناك ناطقان ناطق عن الله هذا وناطق عن الشيطان وهو علم الرجال فما عاند ناطق الشيطان فإنه ناطق الرحمن هذا هو ناطق الرحمن إنه الإمام الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق ونحن نقول له القول منا ما قلت يا جعفر الجعافر يا أطهر الأطهار ويا أصدق الصادقين القول منا ما بلغنا عنك وما لم يبلغنا ما أسررت وما أعلنت يا ابن رسول الله وها هو الصادق يقول لنا إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب وهذا التعبير في أطهر طاهرين واضح منزلة عبد الله ومنزلة أبي طالب أعلى من كل الذين سبقوهم من آبائي وأجداد رسول الله لأن نور محمد وصل إلى المرتبة التي سيتجلى فيها في هذا العالم فجاء عبر عبد الله وكذاك نور علي إذ جاء عبر أبي طالب ولذلك كان الاثنان موصوفين بهذا الوصف في أطهر طاهرين في عبد الله وإبي طالب وهذا التطهير يخبرنا عن عصمتهم صلوات الله عليهم خصوصا إذا نظرنا إلى التفاصيل السابقة والتي ذكرت في نفس هذه الرواية الحديث عن النور الإلهي في أعلى مراتبه وعن نور الأنوار وعن محمد وعلي يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة ماذا أقول أكثر من ذلك حتى لو أردت أن أغور في خزانتي اللغة في حافظتي وذاكرتي وأن أبحث كثيرا في جوانبها وخفاياها فإنني لست حاصلا على تعابير كهذه التعابير الواضحة فلم يزال محمد وعلي يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين هذا الافتراق وفي أطهر طاهرين افتراق مادي قبل أن يكون معنويا ألا تلاحظون أن الرواية تتحدث بشكل واضح عن الجهة المادية حينما اقتربنا إلى أطهر الطاهرين صحيح الرواية في بداياتها كانت تتحدث في أعمق المعاني الغيبية النورية وهي تقول إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان ولكن بعد ذلك الرواية في نهايتها إنها تتحدث عن الجانب المادي فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة الجنبة المادية واضحة نحن لا نريد أن نفرق بين الجنبة المادية والجنبة المعنوية ولكن العبارات واضحة تشير إلى الجنبة المادية قطعا هذا لا يعني أنها منفكة عن الجنبة المعنوية فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين وحين جاء التعبير أطهر طاهرين هل نستطيع أن نتصور كائنا هو الأطهر بين الأطهار وتكون طهارته فقط في الجنبة المعنوية لا يمكن هذا فحين نقول في أطهر طاهرين في أطهر طاهرين من الجهة المعنوية ومن الجهة المادية وهذا هو الذي يكون مناسبا لنور محمد ولنور علي هذه المعاني تأتي منسجمة جدا يتقبلها الذوق العقائدي السليم وتأتي منسابة مع منطق العقل الذي يعتمد الحقائق التي مرت الإشارة إليها فيما سلف من الصور والحقائق التي تم حشدها ورصفها في الشاشات التي عرضتها بين أيديكم فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب قطعا يقابل هذه الأطهرية أطهرية في أم رسول الله وأطهرية في أم علي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة هذه هي الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة هذه هي الأرحام المطهرة حينما نسلم على مليكة البيت الهاشم حين نسلم على الأميرة القيصرية حين نسلم على أم القائم السيدة نرجس السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحلقة التي عرضت فيها نص زيارة السيدة نرجس قرأت عليكم نص زيارة السيدة فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليها بنحو سريع بنحو سريع أمر على بعض العبائر وبعض الجمل التي وردت في زيارتها الشريفة في نفس هذا السياق ماذا نسلم على والدة أمير المؤمنين السيدة فاطمة الهاشمية نفس التعبير الذي قرأته عليكم في زيارة السيدة نرجس هو نفسه في زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر العبارة هي هي فما كان لأولهم كان لآخرهم فسيدة فاطمة والدة أول الأئمة وسيدة نرجس والدة آخر الأئمة قطعا مع ما للسيدة والدة الأمير من منزلة خاصة مميزة لها صلوات الله وسلامه عليها وعلى أولادها الأئمة الطاهرين إنها أم الأئمة إنها أم علي السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر المعنى هو هو ثم يأتي التأكيد في عبارة أخرى في نفس الزيارة وأشهد وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان راضية مرضية طاهرة زكية تقية نقية تأكيد لنفس المعنى العبارة السابقة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر إذا كان بدنها طاهرا روحها طاهرة إنما طهارة البدن تأتي من طهارة الروح طهارة العقل والقلب مر الكلام لا أعيد وهنا يأتي المعنى واضحا جدا وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان راضية مرضية طاهرة زكية تقية نقية وهذه الأوصاف كلها تعمق المعنى فهي طاهرة بل تتسامى طهارتها أن تكون زكية هي تقية نقية وهي راضية مرضية وهذا المعنى يتجلى في عبارة أخرى وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع أولادها الطاهرين هذه أم الأئمة الطاهرين هي أمهم هي الأصل أفلا تكون طاهرة أي منطق هذا العبارات واضحة وجلية وبين جدا مرة أخرى أتلو على مسامعكم هذه العبارات ماذا جاء في زيارة السيدة الطاهرة المطهرة السيدة فاطمة الهاشمية والدة عمير المؤمنين جاء فيها أولا السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر وجاء ثانيا في وصفها راضية مرضية طاهرة زكية تقية نقية طاهرة وزكية تتسامى طهارتها وتتسامى وجاء فيها ثالثا وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع أولادها الطاهرين هذا العطف واضح الداعي هنا يطلب الحشر مع أولادها الطاهرين فهل تكون ليست طاهرة والداعي يدعو وهذه نصوصهم هذا هو كلامهم وهذه آدابهم هكذا علمونا هذا خلاف للذوق هذا خلاف للأدب العالي هذا خلاف للحكمة وخلاف للبلاغة وحشرني معها ومع أولادها الطاهرين إننا نطلب أن نحشر مع أولادها الطاهرين وأن نحشر معها وهي سيدة الطهارة والتطهر إنها والدة علي والدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها في زيارة إبراهيم أي إبراهيم إبراهيم ابن رسول الله الذي رحل عن هذه الدنيا صغيرا أنا أقرأ من مفاتيح الجنان في زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وعندنا في الروايات والأحاديث من أن النبي الأعظم جعله فداء للحسين لا أريد أن أتناول هذا الموضوع فحينما نزور إبراهيم كيف نخاطبه أشهد أنك قد اختار الله لك دار إنعامه قبل أن يكتب عليك أحكامه أو يكلفك حلاله وحرامه فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا طاهرا من كل نجس مقدسا من كل دنس وبوأك جنة المأوى ورفعك إلى الدرجات العلا إلى آخر الزيارة هذه عقيدتنا في إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا نفس الأوصاف الموجودة في زيارة السيدة نرجس نفس الأوصاف الموجودة في زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا طاهرا من كل نجس مقدسا من كل دنس هل هذه العبارات بحاجة إلى شرح أم أنها واضحة تعسن لعلم الرجال تعسن لعلم الكلام وسفاهة لتلك الآراء التي تتحدث عن نجاسة دم المعصور أو لسائر شؤوناته الأخرى فقط هذه العبارة واضحة وجلية جدا ونحن نخاطب إبراهيم ابن رسول الله طاهرا من كل نجس مقدسا من كل دنس القضية واضحة هي أجلى في المعاني المادية من المعاني المعنوية وقد يقول قائل إن الطهارة المعنوية أعلى رتبة من الطهارة المادية نعم ولكن الطهارة المعنوية إذا ما تسامت وتعالت فإنها ستنعكس في العالم المادي وحينئذ تتحقق الطهارة المادية وحينما تتحقق الطهارة المادية ونتحسسها ونتلمسها فإنها تدلنا على الطهارة المعنوية العالية وهذا جزء من حكمة الأئمة في تركيزهم على ذكر الطهارة المادية لأنها تأخذنا وترشدنا إلى الطهارة المعنوية العالية لأن الطهارة المادية هي نتاج من الطهارة المعنوية العالية هذه هي الحقيقة ولكن ماذا نصنع لعقول ارتكست في الفكر الناصبي وماذا نصنع لسفاهات صارت هي الأصل في البنية العقائدية الشعية هذا هو منطق آل محمد هذه ثقافتهم وهذه أصولهم هكذا نخاطب ابراهيم ابن رسول الله طاهرا من كل نجس مقدسا من كل دنس صلوات الله على رسول الله وعلى آله الأطهار وعلى بنته الزهراء وعلى أولاده على إبراهيم والطاهر على سائر أولاده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زيارة الصديقة الكبرى في زيارة الصديقة الكبرى صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك لم يأتي ذكر هذا الوصف الطاهر لأن القضية واضحة نحن في أول حديثنا عن فاطمة وفي أول ما نقرأ في زيارتها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك ولاؤنا لفاطمة يطهرنا يطهرنا طهارة معنوية وطهارة مادية تتناسب مع طهارتنا المعنوية طهارتنا المادية عارضة لأن طهارتنا المعنوية عارضة هذا هو شأننا هذا هو الحد الذي نستطيع أن نصل إليه وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ يا فاطمة يا زهراء وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ زَعَمْنَا زَعْمَ طهارتنا المعنوية محدودة بحدودنا هذا هو حالنا وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لأي شيء لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك فهناك حكمة دقيقة في عدم ذكر وصف الطاهر في زيارتها صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك ولا إشكال لو ذكر هذا الوصف في زيارتها الشريفة لكن عدم الذكر يجتمل على إشارة ذكية وواضحة جدا فإن طهارة الطاهرين متفرعة عن جوهر الطهارة هذا هو أصل الطهارة والتطهر إنها فاطمة هو هذا الاسم فاطمة يجتمل يجتمل على معنى الطهارة في أسمى معانيها ها نحن نخاطبها لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك ولاية فاطمة هي شأن من شؤونها وإننا نتحدث عن ولاية فاطمة التي نرتبط بها لا نتحدث عن ولايتها الذاتية وإنما نتحدث عن آثار وأعراض ولايتها الذاتية الارتباط بهذه الآثار هو الذي يكون سببا لطهارتنا فلذلك هي جوهر الطهارة ومعدنها وأصلها فلا حاجة لأن يوصف بدنها بهذا الوصف بينما حينما يكون الحديث عن السيدة فاطمة الهاشمية لابد أن تبين هذه الحقائق لأن هذه النصوص نصوص الزيارات هي مصادر للمعرفة والعقيدة ينسجها وينظمها لنا الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كي نتبصر في عقائدنا وكي نعرف طريقنا هذه مصادر العقيدة وليس علم الكلام علم الكلام هذا هو علم الضلال علم جئ به من النواصب وفرضه مراجعنا وعلماؤنا على الواقع الشيعي مصادر عقائدنا ومعارفنا هي هذه هذه أحاديث آل محمد التي نتحدث بها معهم هذه الزيارات هم نظموها لنا وقالوا لنا حدثونا بها هل سمعتم أن أحدا يعلم أحدا أن حدثني بهذا الحديث إنهم أئمتنا نظموا لنا هذه الزيارات وقالوا لنا إذا أردتم أن تحدثونا فحدثونا بها منطقي أن تشتمل حينئذ على المعارف والعقائد والأسرار المعنوية وكل يأخذ منها بحسبه وكل نص له خصوصيته وتلك هي أسرار منظومة الأدعية والزيارات المنظومة العجيبة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب ترجمة نانسي قنقر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية الآية تحدثت أولا عن نفي الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس حدث التطهر والردس عنوان لكل نقص لكل نجاسة مادية أو معنوية أنا هنا لست بصدد تفسير الآية فإن المقام سيطول لو دخلت في تفسيرها وإنما أريد أن أأخذ شيئا من هذه الآية يتناسب مع الموضوع الذي بين يديه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إذهب الرجس يكفي أن يكون عنوانا للتطهر وطهارة أذهبنا الرجس فإذا أذهبنا الرجس فإن الضهارة قد حلت قد ظهرت قد بانت قد تجلت قد أشرقت قل ما شئت لو أن الآية اكتفت بهذا فهي كافية ووافية وشافية في معنى عصمتهم وطهارتهم واضح الآية تتحدث عن مجموعة هذه المجموعة اسمها أهل البيت وهذا البيت لا علاقة له بالبيوت التي ذكرت في الآيات ماذا قالت الآيات في سورة الأحزاب وقرن في بيوت كن هذه بيوت لنساء النبي لا علاقة لها بهذا البيت هذا بيت آخر أنتم عرب تعرفون العربي حين أقول أنتم عرب إنني لا أتحدث عن الجنسية أو عن القومية أو عن الانتماء القبل أبدا لأن العربية كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العربية لسانه لسان الناطق ما هي بانتماء إلى قبيلة أو إلى بلد من البلدان أبدا لنفترض أن شخصا من قبيلة عربية ولكنه ولكنه ولد في بلد بعيد عن العرب ولم يتعلم العربية هذا عربي من جهة الجنس الجنس من جهة الانتماء النسبي لكنه ليس عربيا حقيقة العربي الحقيقي هو الناطق بالعربية كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إنما العربية لسان الناطق فقد يكون المرء عربيا انتسابا ويتكلم العربية ولكنه لا يحسن العربية العربية وإنما يعيش في بلاد العربي ويتكلم العربية التي تجري على ألسنة الناس في الشوارع هذا ما هو بعربي لأنه لا يحسن العربية العربي هو الذي يحسن العربية هذا هو الذي نلمسه واضحا في ثقافة محمد وآل محمد إنما العربية لسان الناطق ولذا هذه الآيات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ هذه البيوت بالله عليكم هي نفسها التي جاءت هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت أنتم ماذا تقولون هذه بيوت نسبت إلى نساء النبي ونساء النبي مثلاً في الآية الثلاثين يا نساء النبي من يأتي من كنّ بفاحشة لا معنى للتطهر هنا وطهر لإحتمال لإتيان نساء النبي للفاحشة حتى لو لم يأتين بالفاحشة هذا الإحتمال قائم لعدم العصمة وهذا الشيء منطقي وهذا هو منطق القرآن يا نساء النبي من يأتي من كنّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية واضحة يا نساء النبي من يأتي من كنّ بفاحشة يعني يمكن لنساء النبي أن يأتينا بالفاحشة بغض النظر هل صدرت الفاحشة أم لم تصدر لكن هذا المعنى ممكن فلا معنى للتطهير والتطهر هنا أنا هنا لا أريد أن أناقش الآية ولكن لما نقرأ وقرن في بيوتكن ثم نقرأ ليذهب عنكم الرس أهل البيت هذا بيت آخر ثم تأتي الآية التي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أيضا الخطاب لنساء النبي والبيوت بيوت نساء النبي أما هذا المصطلح مصطلح واضح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم هذا فعل مشدد يعني هذا الفعل عبارة عن فعلين ويطهركم ويطهركم ثم ماذا قالت الآية تطهيرا مصدر مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل إذا جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل فهذا توكيد تكرار للمعنى فمعنى تطهيرا هنا يعني ويطهركم نفس الفعل يعني ويطهركم 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 أما إذا قلنا بأن تطهيرا هو توكيد لنفس الفعل المشدد ويطهركم فيكون الكلام ويطهركم أولا ويطهركم ثانيا ويطهركم ثالثا ويطهركم رابعا إذا افترضنا أن تطهيرا هو توكيد وتكرار لنفس الفعل المشدد والفعل المشدد هو عبارة عن فعلين في المعنى ويطهركم هذه طهارة للذات وللصفات وللأفعال وللأفعال ولكل الآثار والشؤون المختلفة الذوات المطهرة في كل هذه الاتجاهات يمكن أن تكون طهارتهم المادية منتقصة في جهة من الجهات هل يمكن هذا؟ أي منطق أعوج هذا؟ مثل ما قلت من أنني لست بصدد تفسير هذه الآية فإن تفسيرها يحتاج إلى تطويل في الكلام لكن هذا المعنى الذي اقتبسته وبنحو سريع يتناسق ويتعانق مع ما جاء في زيارة أمير المؤمنين في الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين بحسب تبويب مفاتيح الجنان وهي من الزيارات المطلقة ماذا نخاطب أمير المؤمنين؟ أشهد أنك طهر طاهر مطهر طهر هو مصدر الطهارة الطهر مصدر الطهارة وطاهر الذات التي تجلت فيها معاني مصدر الطهارة هذا وهذه الذات حين تفعل وحين تؤثر وحين تحرك وحين تسكن إنها ذات متلبسة تلبسة بالطهارة طاهر صيغة فاعل أشهد أنك طهر طاهر مطهر هذه صفة صفة مؤكدة صفة مشددة صفة معظمة نفس المعاني التي أشرت إليها في آية التطهير فآية التطهير اجتملت على إذهاب الرتس وهذا هو تطهير بعد ذاته ثم جاء الفعل مشددا ويطهركم ثم جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل تطهيرا وهو تكرار للفعل فإذا كان هذا التكرار تكرارا لمعنى الفعل يعني ويطهركم 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 ثلاثا وإذا كان تكرارا للفعل المشدد يعني ويطهركم 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 هي طهارة بلا حدود طهارة من جميع الجهات وهذا هو المضمون نفسه اللغة محدودة هو العبارات ضيقة ولذا تأتي هذه التعابير أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر من أبي طالب وفاطمة هو نفس المعنى في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه زيارته المخصوصة الأولى أنا أقرأ من مفاتيح الجناء الزيارة الرجبية والشعبانية ماذا نخاطب سيد الشهداء أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر نفس التعابير هذا خطاب هنا لسيد الشهداء من طهر طاهر مطهر يعني من علي وفاطمة وهنا في زيارة الأمير نفس التعابير أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر نحن نكذب على أئمتنا أو ماذا نفعل يا جماعة حينما تقرؤون الزيارة تضحكون على أئمتنا تضحكون على أنفسكم أنا أخاطبكم أنتم لا شأن لي بالمراجع المراجع ربما لا يقرؤون الزيارة أساسا لا يعتقدون بها زيارات ضعيفة وهم فاقدون للفصاحة والبلاغة وإذا تعترضون على كلامي ارشدوني إلى مرجع فصيح وبليغ من هو دلوني دلوني على واحد من هو مراجعنا إما ساكتون لا يتكلمون يسترون عيهم معيوبهم وعينما يتكلمون يتحولون إلى مسخرة على الإنترنت وهذا الإنترنت موجود وأنتم تابعوا الأمر بأنفسكم لا شأن لي بهذا الموضوع فنحن نخاطب الحسين بهذا الخطاب أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر وهذا الخطاب هو هو نوجهه إلى أمير المؤمنين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر يوجه الخطاب حينئذ إلى إمام زماننا أو لا ما هي المعاني واحد المعاني واحد ونستمر في خطابنا لسيد الشهداء طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك هذه آثار هذه آثار تتجلى مثلما تتجلى آثار طهارة فاطمة في الذين تتولاهم هي بعد أن يتولوها لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت وطهرت بك البلاد طهارة البلاد فيها بعد معنوي وفيها بعد مادي مثلما طهرت أرض كربلاء فصارت لها من الخصوصية ما صارت فطهارة أرض كربلاء فيها بعد مادي وفيها بعد معنوي وإلا ما معنى الشفاء في تربة كربلاء هذا بعد معنوي ومادي في نفس الوقت أشهد أنك يا حسين طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك هذا المعنى هو المعنى في الاستئذان كل هذه النصوص أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان هذا الاستئذان الذي يقرأ ويتلى عند زيارة أئمتنا بنحو عام وبنحو خاص عند زيارة السرداب الشريف في سامرة فماذا نقول اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القصط في افتداء الوجود إلى 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 يوم القيامة وأعتقد أن هذا المعنى يتجلى بشكل واضح وجلي في إمام زماننا الذين أصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعدتهم لقيام القصط في افتداء الوجود إلى يوم القيامة إلى آخر الدعاء اللهم إن هذه بقعة طهرتها الكلام هو هو الذي مر علينا في زيارة سيد الشهداء الرجبية الشعبانية أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها أو أنت بها وطهر حرمك فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين ومن أئمة معصومين هذا في دعاء الاستئذان هذه المعاني واضحة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 فهذا هو دعاء الاستئذان وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إن هذه بقعة طهرتها إلى أن نقول فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين ومن أئمة معصومين وسلالة هو ما يستل من الشيء ولذا يقال عن النطفة من أنها سلالة لأنها تستل من جميع البدن هي خلاصة هي خلاصة لكل تراكيب البدن فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين السلالة السلالة هي النطفة فالطهارة هي من شؤوناتهم في جميع المراتب وفي جميع الحالات وفي جميع المظاهر وفي جميع المقامات في عالم الشهادة وفي عالم الغيب في العالم الذي كانوا فيه ولم يكن معهم شيء من سائر المخلوقات التي اشتقت من أنوارهم أو حينما تجلوا في كل طبقات العوالم التي شعت من أنوارهم في عالم السماء في عالم الأرض في عالم المعنى في عالم المادة والحواس في كل ما يمكن أن يتصور الطهارة تلازمهم ذاتا بل هم جوهر الطهارة ومعدنها وعنصرها الأصلي وهكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ في القول البليغ الكامل وفي دستورنا العقائدي عن إمامنا العاشر وهو يعلمنا كيف نعتقد وكيف نعرف وماذا نتعلم وبأي أسلوب نخاطبهم فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة أرواح نور طينة إنها عنوين لمظاهرهم التي تجلت ولا تزال تتجلى في عوالم النور وعوالم الغيب وعوالم الشهادة وعوالم التراب ومن العرش إلى النقش وما قبل العرش وما بعد النقش هذه عنوين تشير إلى مظاهرهم التي لا تعد ولا تحصى هم نعمة الله الظاهرة والباطنة حينما نقرأ على سبيل المثال ما جاء في سورة لقمان ونحن نقرأ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذه النعم الظاهرة والباطنة بصريح القرآن وبصريح العقل إن تعد نعمة الله لا تحصوها والمعنى الأول والحقيقي لنعمة الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الزيارة الزيارة الجامعة الكبيرة تخبرنا عن عن عنوين هذه العناوين تشير إلى جملة من مظاهرهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت هذه طهارة للأرواح وللأنوار وللطينة في كل اتجاهاتها وفي كل ظهوراتها وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين محيطين به حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا إلى آخر ما جاء في الزيارة هذه نفحات من آثار طهارتهم التي تتجلى في من يرتبط بولايتهم وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا فما جاء في زيارة السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر إنه حديث إنه حديث عن طهارة بدنها بشكل كامل في ظواهره وبواطنه في دواخله وخوارجه فهي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الطاهرة المطهرة مثلما بدأت الزيارة وهي تصرح بهذه العناوين السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين في هذه الأجواء وفي هذا الواد المقدس وفي هذه الأنحاء والأحناء يتحقق معنى طهارتها الواضح في هذه العبارة من زيارتها الشريفة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر إنما نالت كل هذا بأي سبب بسبب ممازجتها لهذين العنوانين السلام عليك وعلى بعلك وولدك هذان العنوانان مصدر الطهارة والتطهر بسبب الممازجة بسبب الوصال بسبب الاتصال بسبب الولاية بسبب الانتساب عبر ما شئت من العبائر هذه الممازجة بكل أشكالها هي التي جعلت من هذه الأميرة الرومية بهذه المنزلة وبهذه الخصيصة وبهذه الدرجة وبهذه المرتبة إنها أم إمام زماننا إنها أم القائم إنها السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها المفك الثاني مؤثرة هواهم يبدو أنني لا أستطيع أن أتناوله في هذه الحلقة وإنما سأتركه لحلقة يوم غد وبقي عندي كلام أنا عرضت عليكم التفاصيل وأخذتكم في جولة في أجواء طهارتهم وطهرهم وأردت أن أعرض عليكم ما قاله مراجعنا الكرام من سفيه القول قطعا من دون قصد سيء حينما أفتو بنجاسة دم المعصوم وهم لا يحتاجون هذه الفتوى في شيء من الأشياء إنها سفاهة في القول وسفاهة في العقيدة وسفاهة في التصرف فما الذي يحتاجه مراجعنا حينما يفتون لنا بنجاسة دم المعصوم في كتبهم الفقهية عمليا لا يحتاجون هذه الفتوى ولكنها سفاهة الرأي وإنما حلت بهم هذه السفاهة بدلا من الفقاهة لأنهم غطسوا في الفكر الناصبي لو أنهم غطسوا في هذا الفكر فإنني لا أعتقد أن أحدا منهم سيخطر في ذهنه منطقا سفيها كالمنطق الذي أثبتوه في كتبهم هذا ما سأحدثكم عن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني أرجو منكم أن تستحضروا هذه المعاني التي عرضتها بين أيديكم فيما يرتبط بطهارتهم وطهرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أترككم في رعاية القمر سألكم الدعاء جميعا صياما مقبولا دعاء مستجابا في أمان الله ضلت أيام والقائم ترفل ضلت أيام والمهدي صفح صلوات ويقض الله أي من تظر الإنسانية تبدو الثورة وين بديار الشام بديار الشام بدياره ضلت أيام ضلت أيام والمهدي صفح صفح وين